ما هو دور الدي دايمر بتشخيص الصمة الرئوية؟ الدي دايمر بداية هو ناتج تحلل الفايبرين الفايبرين يأتي من الفايبرونجين والفايبرونجين يتحول لفايبرين إذا كان في حدث ثيئة خثرية وبعدها يعطي الدي دايمر يمكن يتشكل الفايبرونجين يرتفع بحالات الانفكشن حالات الانفلميشن هو بروتين ارتكاسي ممكن بالحمل يطلع ممكن بالقصور الكلوي وبالتالي دائما وجود الدي دايمر يدل على أنه حدثية خثرية ما هو دور الدي دايمر بتشخيص الصمة الرئوية؟ سلبيته تنفي وجود صمة رئوية إيجابيته لا تثبت وجود صمة رئوية وإذا كانت فيه عندي احتماد الصمة الرئوية من الأصل العالي لا فائدة لإجراء الدي دايمر لازم أن أعمل سبايرل سيتي وعلى أساسه شخص وجود الصمة أو عدم وجود الصمة بمعنى آخر إيجابيته أو سلبيته هون سيان كيف نعبر عن هذا الكلام إحصائيا؟ لو عندي 100 مريض صمة رئوية وعملنا لدي دايمر سيكون 99 منهم معهم اختبار إيجابي واحد فقط سيكون اختبار سلبي هذا الواحد من سميه السلبية الكاذبة المريض عنده صمة وما عنده اختبار الدي دايمر عنده سلبي ممكن يتفسر بأنه عملنا الاختبار باكر جدا ممكن يتفسر بأنه عملنا مريض مياع مثلا هذا من سميه 99% من سميه الحساسية ما هو احتمال أنه يكون الاختبار إيجابي عنده وجود المرض؟ بالمقابل النوعية لو جبت 100 مريض أو 100 تحليل إيجابي لدي دايمر وبحثت عن تشاخيصهم بالغولد ستاندرد اللي هو يختلف من حالي للتاني سيطلع معي مثلا أنه 30% ل40% فقط سيكون عنده صمة رئوية فهذه النوعية إذا كان الاختبار إيجابي شو احتمال وجود الإصابة؟ النوعية تبع الدي دايمر ما هي عالية منخفضة 30% ل40% فقط الدي دايمر على هذا الأساس حساسيته عالية ونوعيته منخفضة وبالتالي هو يصلح كسكريننج تيست اختبار مسحي اختبار سريع غير مكلف ممكن إجراءه عند أي مريض عنده شكل زليت النفسية وعنده أعراض زليت النفسية إذا كان سلبي بتوقف بقول ما في صمة وإذا كان إيجابي لازم نعمل اختبارات تانية حتى نسبة التشخيص كيف أنا بعبر إحصائيا أو معادلات الحساسية والنوعية إحصائيا طبعا الكون هو اختبار مسحي الناهر الحساسية عالية فهو يستخدم لنفي الأمراض فلما يكون الحساسية عالية أنا ممكن استخدم الاختبار لنفي المرض لأنه إذا كان الاختبار سلبي بقول المرض ليس موجود أبدا اسمها sensitivity out بينما لا إثبت التشخيص يجب أن يكون النوعية عالية لو كان نوعية الاختبار عالية مثلا إذا كان نوعيته فرضا 100% فمجرد يكون يطلع إيجابي معناته المريض عنده هذا المرض للأسف الدي دايمر لا يوجد نوعية عالية وبالتالي يجب أن يكون الاختبارات تانية تثبت التشخيص مثل نوعيته عالية كيف أعبر عنهم إحصائيا في المربع الجدول الشهير ممكن تكتبوه على جوجل ببساطة وهو sensitivity and specificity فيعطيكم الجدول اللي هو فيه الاختبار مقابل المرض إيجابي أو سلبي والمرض إيجابي أو غير موجود إيجابي أو سلبي فيعطيكم الإيجابية الحقيقية والإيجابية الكاذبة والسلبية الحقيقية والسلبية الكاذبة بمعادلات بسيطة ممكن تعرف مما هي الحساسية وما هي النوعية ممكن من هذه الجدول نعرف معادلتين تانيات وهي القيمة التنبؤية الإيجابية والقيمة التنبؤية السلبية والقيمة التنبؤية السلبية القيمة التنبؤية الإيجابية إنه إذا كان الإختبار إيجابي شو إحتمال أن يكون المريض مصاب بالمرض وقيمة التنبؤية السلبية إنه إذا كان الإختبار سلبي شو إحتمال أن المريض ما عنده هذا المرض نقدر ننفي المرض عنه القيمته التنبؤية الإيجابية منخفضة نسبيا حوالي 67% وبالتالي ما منقدر نستخدم إيجابيته لتشخيص المرض بينما قيمته التنبؤية السلبية عالية تصل إلى 100% لما يكون سلبي معناه المريض ما عنده صمة رئوية هذا الكلام كله ينطبق على الحالات العامة حالات منخفضت الخطورة إلى متوسط الخطورة بينما احتمال التشخيص الصمي من الأصل العالي لا يقدم ولا يؤخر هذه المجموعة من المرضى لا ندرس عليها نفس الاختبار كيف نعرف الاحتمال الخطورة نعمل الويلز سكور اللي هو عبارة عن سبع نقاط منشوفها ست نقاط أظن ست نقاط فأول شغلة بشوف انه شو هو احتمال تشخيص الصمي الرئوية عند هذا المريض مقابل التشخيص الأخرى إذا كان احتمال التشخيص الأخرى كله مستبعد ما عنده ارتشاحات على صورة الصدر مثلا وعنده نقص أكسجة وتشخيص الصمي أقرب فبيأخذ عليها ثلاث علامات إذا كان في عنده دي بي تي سريريا علامات تهاب وليد خثري سريريا بيأخذ عليها ثلاث علامات إذا كان في عنده تسرق قلب أكثر من 100 بيأخذ علامة ونص إذا كان عنده سوابق دي بي تي أو بي بي بيأخذ علامة ونص إذا كان في عنده استلقاء أو جراحة وبالأسابيع الأربع الماضية وعدم تحرك بيأخذ عليها علامة ونص آخر نقطين إذا كان عنده سوابق سرطان أو عنده سرطان بيأخذ علامة وإذا كان عنده نفس دم هيموبتسيس بيأخذ عليها علامة لو جمعنا هدول النقاط كلهم إذا كان العلامة الأخذ المريض 2 إلى 4 فالاحتمال منخفض إلى متوسط إذا العلامة 4 إلى 6 فهو متوسط إلى عالي لما يكون العلامة أكثر من 4 أو أكثر من 6 قولا واحدا الدي دايمر ما عد مفيد لازم أن نعمل رأسان سبايرل سيتين بهالحالات أنا شو هو الطريقة الإحصائية لأنا بقدر بوصف فيها الاختبار أنه هذا يصلح لهالحالات أو لا يعني دائما أنا هون عم الدي دايمر مشكلته أنه وبيعتمد على الـ Pre-Test Probability احتمال الإصابة لما قبل الاختبار بهالحالات العالية الخطورة التست تبعنا لهو الدي دايمر ما عم يغير من احتمال التشخيص يعني احتمال التشخيص كان عالي حتى لو طرع سلبي حيتم احتمال تشخيص عالي فهون في طريقة إحصائية تانية أظن ممكن نحكيها بالفيديو التاني مشان نختصر يعني حولت اختصر شوي بالمعلومات فمنكمل بالفيديو التاني لما يكون احتمال التشخيص عالي من البداية شو هو الطريقة الحصائية يعبر عن قوة الاختبار بانه يثبت او ينفي التشخيص السلام عليكم